شكل التحالف الدولي ضد داعش في سبتمبر 2014 نفسه والتأم وأعلن التزام أعضائه مجتمعين بدحل التنظيم وإلحاق الهزيمة به تعهد أعضاء التحالف البالغ عددهم 87 عضوا بالتصدي لتنظيم داعش على الجبهات الكافة والعمل على هدم شبكاته والوقوف أمام طموحاته بالتوسع ومواجهة بنيته التحتية المالية والاقتصادية وعرقلتها والتصدي لتدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود ودعم الاستقرار وإعادة الخدمات للمناطق المحررة ومواجهة دعايته قدم التحالف دعما عسكريا حاسما للقوات المحلية الناشطة ميدانيا لدحل داعش في العراق وسوريا ومكن هذا الدعم القوات العراقية من إعلان تحرير كامل أراضيها في ديسمبر عام 2017 في حين أتاحت العمليات في سوريا الانتهاء من تحرير المناطق التي كان يحتلها التنظيم في شمال شرق سوريا في مارس عام 2019 بعد عشر سنوات على إنشائه تشعر الحكومة العراقية اليوم أنها قادرة على مواجهة داعش إذ يقول مسؤولها أنها اكتسبت خبرة في مواجهة تنظيمات مسلحة مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود قطيعة مع دول التحالف في حال انسحابها من البلاد ورغم انحسار نفوذ داعش بشكل كبير ما زالت دول التحالف ترى فيه تهديدا للأمن الدولي إذ قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في وقت سابق أن الحرب ضد التنظيم لم تنتهي ننضم إلينا من واشنطن بعض الولايات المتحدة الأمريكية للتحالف الدولي لمحاربة داعش أيام مكاري مرحبا بك سيد مكاري هل اكتملت مهمة التحالف في العراق أفوا ممكن تعيد السؤال مرحبا بك قلنا سيد مكاري هل انتهت مهمة التحالف في العراق أولا من الجديري بالذكر أن العراق دولة مؤسسة في التحالف الدولي لحزيمة تنظيم داعش وهي طلب دور قيادة في التحالف من البداية وحتى اليوم وآيدان ذون في المستقبل لم تنتهي المهمة ما زال هناك النصر تنظيم داعش موجودة في سوريا وهناك تعاون تقنيكي مهم جدا من الطرف الإراقي ونستفيد من الخبرى والتجربة الإراقية في استهداف تنظيم داعش إلى ما ستفضل المفاوضات الجارية الآن مع الحكومة العراقية لبناء جدول زمني لانسحاب التحالف من العراق ما الهدف الذي يضعه التحالف لنفسه ضمن هذه المفاوضات الآن نعم هناك مباحثات ثنائية من أجل وضع إطار دائم للتعاون الأمني بين الدولتين ولكن كما قلت يعني الإراق تلاب وسوف تستمر في اللعب دور مهم جدا في التحالف الدولي لحزيمة تنظيم داعش هل أنتم مواثقون من أن العراق سيكون قادرا على مواصلة التنسيق بالقدر الذي يأمل به التحالف بعد انسحاب قواته؟ لا شك أن القوات المصلحة الإراقية لها قدرات متقدمة جدا وكما قلت يعني نستفيد من الخبرى والقدرات الإراقية ولكن كما قلت يعني ليس هناك خطة حاليا في انسحاب التحالف من المنطقة لنا ما زال هناك تحديات مامنا وأنا متأكد أن الإراق سوف تلاب دور مهم ما تحالف لأنه هي عضو للتحالف في استمرار جهودنا المشتركة ضد تنظيم داعش هل استطاع التحالف إقناع العراق بهذا الموقف؟ لأنه في كل مناسبة وحتى وقت قريب ما يزال السوداني رئيس الحكومة العراقية والمسؤولون العراقيون يؤكدون على ضرورة السعي والتسريع بخروج التحالف من العراق عفوا ضرورة السعي من أجل أن ينسحب التحالف من العراق أنا آسف أنا لم أسمعك جيدا سألتك هل استطعتم إقناع الحكومة العراقية بضرورة بقاء التحالف في هذه الفترة لوجود هذه التحديات نعم هناك مباحثات مستمرة وبشكل الله هناك رؤية مشتركة بين الطرفين في ضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش ما مستقبل عمل التحالف في مناطق أخرى مثل داعش مثلا في شمال وغرب إفريقيا في منطقة الساحل والانتشار المطرد له في سنوات الماضية؟ نعم كما تفضلت هناك جهود مشتركة من بين عضاء التحالف الدولي بحزيمة تنظيم داعش والقارة الإفريقية نقوم بالتنسيق مع شركاتنا الإفريقية وننسق بين عضاء التحالف توفير المساعدات التكنيكية والبناء القدرات من طرف الدول الإفريقية لحتى يتمكنوا من الدفاع عن النفس ودفاع عن السيادة في بلدانهم ومنع امتداد الناصر تنظيم داعش في الساحل الأفريقي وفي مناطق ثانية في إفريقيا هل يمكن أن يتطور ذلك؟ يتطور إلى عمليات عسكرية جوية مثل التي نفذها التحالف في العراق لكن في إفريقيا مثل مناطق سيطرة بوكو حرام أو داعش في نيجيريا أو بوركي نفاسو أو النيجر المهمة في إفريقيا للتحالف الدولي هو كما قلت تمكين الدول الإفريقية للدفاع عن النفس ليس هناك حوار بالنسبة للعمليات عسكرية أجنبية في المنطقة المهمة هي بناء القدرات الإفريقية هل هي نفس السياسة بالنسبة للتحالف مع العراق؟ تمكين العراق من الأدوات التي يحارب بها داعش بنفسه ولوحده؟ نفس السياسة أنا أسف هل سياسة التحالف في تمكين الدول الإفريقية لمحاربة داعش بنفسها؟ هي نفس السياسة التي يقوم بها التحالف مع العراق مثلا؟ نعم هناك يعني يشابه هذا أنه وجود أنصر التحالف داخل العراق يعني هناك قوات يعني تقوم بتوفير التعاون التقنيكي مع العراقيين ودور التحالف في العراق هو الدور للدعم العراقيين ولكن وفي أفريقيا هناك نفس الحدف تمكين الدول الأفريقية وبناء قدراتها هل برأيك الاضطرابات الآن في الشرق الأوسط تزيد من خطر عودة تنظيم داعش؟ مثل الحرب في غزة مثلا؟ هناك اضطرابات في المنطقة حاليا فقد يعني تعرضنا قوات الأمريكية وقوات ثانية في سوريا والإراق إلى حجمات من ناصر موالية لإران وعلى أفكرة إران تلاب دور سلبي جدن تحز المنطقة تحز استقرار المنطقة وعلى أدان يعني تحز مصالح المدنيين في المنطقة ولكننا يعني سوف نبقى وعلى أفكرة سوف نريد وندافع عن النفس لكل هذه الحجمات ولكن في نفس الوقت سنستمر في تصميم المهمة الأساسية وهي استهداف أناصر تنظيم داعش هل يلعب التحالف أي دور في تقليص نفوذ إيران في المنطقة؟ أنا أسف هل يقوم التحالف بأي جهد لتقليص نفوذ إيران في المنطقة؟ ووكلائها سوف ندافع عن نفسنا إذا تعرضنا لحجوم من ملشات بوالية لإيران أو من أطراف ثانية ولكن المهمة الأساسية هي كما قلت استهداف والتركيز على قضاء على ناصر تنظيم داعش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال في وقت سابق بأن خطر داعش لم ينتهي بعد أين تجدون هذا الخطر؟ ما شكل هذا الخطر اليوم في العراق وسوريا مثلا؟ سابق بأن خطر داعش من قبل ولكن ما زال هناك تحديات هناك ما زال هناك الكثير من الناسحين وما زال هناك يعني المعتقلين الإرهابيين في المنطقة فعني ما زال هناك عمل مهم لإيادة بناء في المنطقة هذه وأيضا هناك ما زال هناك إمتداد الناصر من تنظيم داعش تقوم بحجمات في إفريقيا وأيضا في أفغانستان وما زال هناك للأسف يعني الإيديولوجية ما زالت موجودة في بعض المناطق مع أن الإيديولوجية داعش مرفوضة بشكل عالميا هل لديكم خطة تتعلق بمحاربة إيديولوجية داعش خاصة في أماكن مثل السجون التي تديرها الوحدات الكردية في سوريا مثلا نعم في الحقيقة هناك تنسيق مستمر داخل التحالف لكي نكافح إيديولوجية داعش فالسبوع مادي أنا كنت مع زملاء من واشنطن وما ممثلين من 40 دولة ثانية على ذي إجتمانا بستدافة المملكة المتحدة في لندن ودرسنا آخر تجاحات لدعاية تنظيم داعش وكيفيات مكافحة امتداد الإيديولوجية هناك تنسيق من أجل نكشف على أكاذيب تنظيم داعش هل يقودكم التنسيق إلى التعاطي أو التعامل مع أطراف مثل النظام السوري مثلا يعني ليس هناك تعاون مع النظام السوري ليس هناك اتصالات ديبلوماسية مع هذا الطرف ولكن نستمر في تنسيق مع الكثير من هناك سبع وثمانون عدو لتحالف الدولي لتنبيم داعش يعني هناك إجماع واسية في المجتمع الدولي لكي نحصل لهذا الطرف بناء على تقديرك سيد مكاري كم يحتاج التحالف من الوقت للتغلب على التحديات التي ما تزال قائمة بالنسبة له اليوم يعني من الصعب التكاهن في المستقبل ولكن أتوقع أن الصمود الموجود بين أعضاء تحالف سيستمر لحتى نصل إلى حدفنا النحائي وهو حزيمة تنظيم داعش سؤال أخير هل في الفترة الأخيرة لاحظتم انتشار تنظيم داعش أو بدأ تشكيل خلايا له في مناطق غير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ سيد ، أخير فترجم 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 فترجم's وربما حاناك يعني بعد الاناصر الاناصر ثانية في اماكن ثانية وخصوصا انصر تنديم داش اناصر تنديم داش في afghanistan يفير القلق ويستحق الاهتمام نعم لاحقنا ان هناك اماكن ثانية ولكن اكبر تحديات حاليا ما زال طبعا في الشرق الوسط وايضا في افريقيا وكما قلت ايضا في افغانستان مبعوث الولايات المتحدة الامريكية لتحالف الدولي لمحاربة داعش ايان مكاري كنت معنا بمواشنطن شكرا رزيلا لك